نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نصيبك في منامك من خيال نصيبك في منامك من خيال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر سوالك ماذاك نامي ماذاك سوالك ماذاك 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 تتصل بهالزراء يعني ما قلنا يومين متعافين على بعض ماذاك 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 منواك ماذاك ما سوالك سوالك عن حماة الديار عليكم سلام أبد أن تزل النفوس الكرام علينا العروبة بيت حرام وعرش الشموس هم الله يضام ربو الشام بروج العنى نحاك السماء بعالي السماء اجازة في اللغة العربية ممتاز الاسم دمشق تولد علامات فارقة اخناها ايام الولانة ايام الولانة ايام الولانة لا 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 كله مضبوط هلا رحشوف المعنلين عفوا المدير العام هو بيحب تعرف على ايام وظف جديد وخاصة الالي بدي تعرف عليك انت مرحبا يا انسة المدير العام موجود عنده حدا اه ماشي ماشي مع السلامة الظهر ما رح نقدر اشوفه اليوم خليه الى بكرة يعني ما فيني باشر اليوم؟ طبعا بتباشر وفورا لحظة وبلللعك على المكتب اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا بتقليقوا فقط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقدروا الإنسار اشتركوا في القناة تقليقوا في القناة مروا على الغداء. إذا تحب عشها يعني منفكر من الموضوع. شو قصتك أنت صاير دائماً ملك مروا وملك حيل؟ بعدين أنا اليوم عندي مناسبة، صارت إنسان مونتج. ناك صحي؟ شو صار معك؟ والله يا وليد ما ليفهمان شي من شي. لسانس أضب عربي بشركة إنشاءات. كيف وليش ما تفهم؟ لك بدي اسألك أنا شو علاقة شهرتي بالحديد وبالسمند؟ والله يا علمي علمك. مرحبا. مرحبا. شو تشربين؟ والله عزمتني على قهوة يعني. شو بدأت يعني أشرب عصير طماطم مثلا؟ أنا قهوتي وصف. يا ستي حلو. وشكراً. شكراً على شو شكرت؟ شكراً على أنك اجيتي. وشكراً علىك اجيتي. إذا بتريد؟ مما؟ أم؟ مما؟ أم؟ ما دي سألك سيهارة المرحوم بابا؟ لأي أنت بدأت ببدأ الوافية؟ وبنوع البنائك؟ والمعنى؟ ما بعرف. خدية سوئية. بعد الحادث اللي صار لأبوك وأخوك ما بقدير. مما الحادث صار لسانتين؟ ولا. طيب بيعي شون تحكي انت اين الغلاط الغلاط انه هاي من ريحة المرحوم ابوك شلون بدك يعني بيعها استغفر الله العظيم يا ماما يلي عنده سيارة يا بي سوءة يا بي بيع لا رح سوءة ولا رح بيعها بعدين قول انك عم تنغرم على شي تاني شي متل شو يعني انك بدك ياها لقلك ليس لقلي يعني للبيت للعيلة وين الغلاط يعني اذا طيارة وقعت بتبطل الناس التطير محوادس السير معبي الدنيا شو يعني منلغي السيارة من حياتنا ومنرجع للجمال خلصنا بقى ما في يعني ما في خلص ما في ما في انا من جينتي معا بفتح الموضوع سباح خير سباح خير سباح خير سباح خير سالك دقيقش لي استاذ فضل استاذ سباح خير أم أ jointly أَئ سباح خير اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى يا كلاء وإذا ما بتليله إستاذ بيزعل هيزعل إن شاء الله هنطلب على قلها تعرف يا عبير في شي بيهدون الناس بحيرني دائما يعني هلأ أنا بعرف إنه الكفاية غاية لا تدرك بس مع هيك بضل بسأل حالي يا ترى شو هي الكفاية يعني حسب الشخص اللي عم تسأله هادي السؤال يعني هو البني آدم عموماً شو بده لك قديش بده يعني شو بده أكتر من إنه يكون عنده بيت وسيارة وشوية مصاري أيمن على جنب مشوان شي شغلي طارقة والله ما بعرف يا ستي هاد الزنمي على القليلة على القليلة ما وشي عشرينكم سوى الشي مليون دولار ما بين سيولي وعقارات إن كان هون وإن كان بره لك ومع هيك معهم يشبع شو بده؟ طيب من شان شو؟ الظاهر إنه في ناس بتعيش مشان تجيب مصاري وفي ناس بتجيب مصاري مشان تعيش طيب ليش؟ ولا فعلاً الكفاية غاية لا تدرك؟ بتهيق لي إنه الموضوع ما نموضوع كفاية إذن شو؟ العزوة، الجاه، القوة، بلك شوف والحال؟ شو الحال مع السيد وسامة اللي عمل فيها شريفة أوضاعي؟ هلا بالسوق ممكن نزنقه بس بالوظيفة شو يعني نازل من السماء؟ شو كتو أمور نحن جاهزين؟ إذا بتحب نبعت له شي أزعار بيعمل له أكلي مثلا؟ إيه؟ إذا نزم الأمر ريشنا؟ حتى أكثر من أكلي بس مثل ما بيقولوا آخر الدولتين بلا هو الرعبو أكيد عنده شنات البعف بدنا نمسكون اللي قد لبتجان شو كتو تباكب أحيان ترسل شو كتو شو كتو أمع ديكوة طويلة شبك؟ معني نفس خير إن شاء الله شو عادة مع مدى؟ لو لا مفيش شي بس ها؟ ها؟ عتاب تتذكري حارتنا القديمة؟ ايه بتذكرا كعاملية ربت عشر السنين لما انتقلنا لهم شبها؟ لا ولا شي بس ما بعرف ليش هيك خطرت على بالي وهذا السادد نفسك عن الأكل لا انتي التانية بالعكس كانت أيام حلوة والله معيك حق كانت أيام حلوة بس أنا ماني مصدق حكاية الحنين هاي لا تكوني عشقاني والله ما بعرف الكوة فيه شب ايه؟ مرات بحسوا بيحبني ومرات بحسوا بيحب غير حالو بعرفوا أنا؟ لا شو بيشتغي؟ مهندس معلوماتية ولي هادر شايفين حالونا أكتر من نحنا الدكاترا إذا خيلك أنا على أساس أنتو هني اخترعتوا مكوك الفضاء دي سكفوري هلأ خلينا بالمهم شو بيعرفني؟ والله ما نفهماني شي من شي بدك نصيحتي؟ أبليلك بشي واحد من هالعرسان اللي عم يتقدموا لك وحاجة ضيعي فراس ولا تنسي إنو صار عمرك 25 سنة ماني نسي يعني أنا فايتا نسطح شوي ما بعرف شو صار لي لما شفتها وجت عيني بي حينه وتأكدت إنو هي هي إذا لمرجحتش عشر سنين لبرا يعني دك تقول إنو هي كمتل واحد ختيار وتذكر شبابه ختيار ولا مو ختيار مو هون القصة لما شفتها حسيت حالي رجعت مراحق ابن 16 سنة إي 16 سنة نحن لما افترقنا تقريباً كان عمر يشي 16 تعرف وليد نحن ما افترقنا حتى هي وكل عيلتها اختفوا فجأة ومعد بيّنوا بنو شعني هاجروا؟ ما بعرف بس أنا قلبت الدني عليها تخيل إني صرت تروح وقف قدام مدارس البنات على أمل إني شوفها بس عبس قلت لحالي ما في غير تفسير واحد قلت إنه أبوه أخذ العيلة وسافر على الخليج مثلاً لا يشتغل ما في غير هيك اي؟ وبطلت؟ بطلت دور عليها اي؟ بس بحياتي ما وقفت عن التفكير فيها يعني حتى إني شو بقى؟ ليش سكتت؟ حتى إنك شو؟ بصراحة أنا بحياتي ما فكرت ببنت تاني مو لأني ما بدي فكر بس أنا بحياتي محسنت انساها ايف 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 يعني هي شغلة من أيام ولدني مراهقة مراهقة؟ معقول هيك تظلم تسيطر عليك وعيش معك لهي الدرجة؟ تعرف شو أهل المتنبي؟ أهل شغلات كتير شو؟ خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا لفرقت شيبي موجع القلبي باكية أيوة لا الظاهر إنه أنت حالتك سعافية لا أبداً هيا أنا صار لي عشر سنين عم أنتظر إن شوفها أنا وياك قدي سر لم نعرف بعض من أيام الجيش حكيت لك كتير شغلات بحياتي بس حكيت لك شيئاً عزة؟ أبداً تعرف ليش لأنه عندي أحساس بأنه هذا الشيء كتير خاص و ما لازم أحكي فيه يعني بفهم من كلامك إن هدول عشرة سنين مرأوا وأنت نعطرة؟ هل نايمة؟ لا أمت سطحة أي كثير مني حالي، امي حضري لي حالك ملا شو حضر حالي شو فيه كمان جاينا خطابين خطابين شو؟ خلاص احتزري منهم، نقليلهم مريضة كثير وما لا أدرا عني أنتقوم من التخط منت؟ عطيتهم الموعد، الله يرضى عليك إلياتي حرجيني باحتين بتعرفي يعني ما بيطولوا طب واحد هي هون المساء والله ما علي قدراني ارفع ايدي خلاص امي لا تساوديلي وشي قومي بقى تحركي يعني انا كمان عشت مراهقتي محبيت اكتر من مرة تركت وانتركت بس يعني ايه دا كل ياته مجرد ماضي ما بيستهل من الواحد يفكر فيه تعرف شو الفرق بينه وبينك دا لما بيكتبوا مواصفات البني ادم عادة بيكتبوا لون البشرة لون الشعر لون العيون وبياغلب الحالات بيجي الجواب انه تام يعني مثلا انت تام بس انا في في هاد اثار الجرح عرضاني فوق الحاجب العيمن اي يعني هذا الاثار ما رح يروح وراح يضل معي هيك لحد ما موت ايوه يعني ايه ايه مظبوط بطل ما بتفكر هذا الجرح سببه عزة بس كان انت بزماناتك قلتلي انك تخانات مع ولاد زعران ايه من بلا تخانات بس كذبت عليك بشغلي ايه مظبوط بشغر مراهقين طيب اي لصة شون انتهيت ليش مين اللا كنا انتهيت ما ليكنا نحنا فيها ايه وشونا بتعمين ما بعرف بس القصة رجعتلي بدايتها يعني مثل شريط المسجلي بكبسة واحدة بترجعه لأول لانقطة الصفر شو ناطر حدا؟ لك لا هذا اخي اسعد بيكون جا يعني محاضرة عن العلاقات العائلية لك اخي ما طوع مش اجراء انت لك ما لك اخي ما لك اخ ما لك اولاد اخ هالختيار والختيارة اللي بمكن مكرمة لك ما لك ابنون ما انهم انهم اكوا ابو اهلا ملازم امجد ملازم شو يا ابو عامر ما صلونا سبعة شهور متسرحين اهلينا اخ امجد اهلينا من شاء الملائكة تفهملي شو رفيه اللي لك ها لك يا اخي شو وجعك ليش ضعيش لك شو وجعي لك ليك على الاخليك ها هلا كل يوم نفس الموجح يعني لك لا مو كل يوم بس بدي اسألك سؤال واحد انت عم تدفع فواتير تليفونشي اصطلا بتعرف وين تندفع هاي فواتير هلا لو اندك توصال لك ابو كنبك ليشو عم تحكي معون للأسبوع الماضي حكيت معون أسبوع الماضي لك شو بتخسر اذا حكيت معهم كل يوم وين يسمعوا صوتك وين يتطبعون عليك اه اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلين يا حشي بابني عمار كيفا سنتي الوالدي هليني عمار هو مش تارك كمان الفطر هلو هلين بابا كيفا وعليكم السلام ورحمة الله شوانو والدي اشتركوا في القناة 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 حسناً علو أي بلا أي أي لك ما في شي لم تركبه ولا شي كان عندي مراجعين وهلأ طلعوا موسيقى 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 اشتركوا في القناة لا ما شاء الله مشرقة اليوم ها وهي تشهد تفضلي نبايد انك منيحة كتير بس ومع زالك السؤال التقليدي نفسه كيفك منيحة اخبارك مثل العادة جاييني عريس هلأ كلمة شفتك بدك تقليلي جاييني عريس شو اعمال يعني انت عم تسألني شو اخبارك وانا هي هي اخباري شو ازعلنا لا ما ازعلنا بس يعني كملي يعني شو يعني ليش التشكيك ابدا ما في تشكيك واكيد انتي سادة طبعا سادة بس يعني شو بدي اعمال هاد اللي عم بيصير معي اعمالي اللي بيريحك شو اصدعك اصدعي واضح كل اسبوعيني دلاتة بيجيكي عريس فاكيد لحيجي واحد منهم الظريف وبنحلات فشو ناطرة اها لا ما بدا اها ولا تلبي ليها لزالة امرك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة